مع الآية رقم 22 في قول الحق سبحانة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا وقفنا مع العدد وليه القرآن الحلقة الماضية قال ثلاثة عنهم يعني ثلاثة خمسة سبعة وعن الكلب رابع سادس سامن ونكمل النهاردة مع سلاسة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم القرآن قال رجما بالغيب يعني كلام غير صحيح غير مطابق للواقع ومع سبعة وثامنهم كلبهم القرآن قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ورد أن سيدنا بن عباس قال وأنا من القليل وأنا أعلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم لكن القرآن أفل الآية دي بقوله تعالى فلا تماري فيهم لا تجادل المرأ أشد من الجدال يعني لما تفكرش في عدتهم كام علم لا ينفع وجهل لا يضر عدتهم كام أسماءهم إيه ألوانهم إيه الامتة كانوا فين وامتة وقصة كده لو فيها خير ربنا كان نذكرها لو فيها فائدة إنما القرآن لم يحدد الأشخاص خلاص يبقى ما نمشي يعني الفايدة من المغزى لقد كان في قصصهم عبرة يبقى لا نجادل ولا نناقش ولا نماري في أمر اللي ما يذكره القرآن الكريم فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا يعني كلاما واضحا يطابق الواقع ولا نماري في أمر لا يفيدنا في شيء دا الدرجة إن في ناس وصلوا الكلب اللي مع أهل الكهف كان اسمه إيه ولونه إيه وعنده كم سنة يا عمم سبحان الله هيفيدنا في إيه لو فيها إفادة لذكرها الله سبحانه وتعالى طب والكلب بتعايد الكهف كان ذكر ولا أنس وإحنا منا طب أهل الكهف كان لونهم إيه عددهم إيه كانوا إمتى كانوا فيهن لا دخل لنا القصة والعبرة اللي تكلمنا فيها الحلقة الماضية ووقفنا مع وقفة مهمة جدا فمش عايزين نتكرر الكلام فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحد ولا تستفتي يعني لا تسأل عن أهل الكهف منهم أحدا من السابقين من اليهود والنصارى لا تسألهم عن أهل الكهف أبدا لكن في حاجة لافتت نظري برضو هنا زي ما قلنا في الحلقة الماضية وهالأول دلوقتي إن أهل الكهف واغدين العدد الفردي ثلاثة خمسة سبعة والكلب واغد العدد الزوجي رابعهم سادسهم ثامنهم لكن مع رابعهم وسادسهم ما جابش الواو مع سامنهم ألوى ثامنهم يعني ايه ثلاثة رابعهم كلبه ويقولون خمسة سادسهم كلبه ويقولون سبعة واثامنهم كلبه فجاب الواو مع ثامنهم إنه ما جابهش مع رابعهم ولا سادسهم بعض أهل العلم قالوا دي اسمها واو الثمانية يعني واو الثمانية يعني دايما تذكر مع عدد ثمانية زي ايه قالك هنا ألوى ثامنهم ومع أهل الجنة هناك قال ايه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابه الواو هنا جاهت لأن أبواب الجنة ثمانية ومع هناك في صورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف رقم ثمانية والناهون عن المنكر فجابها مع ثمانية وهناك في صورة التحريم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فيبات ما فيش وهو هو مع رقم ثمانية وأبكار ده رأي رأي تاني قالك لا ما فيش حاجة في اللغة اسمها وهو الثمانية أصلا وده السدلال خاطئ أما لي قالك التمانية تأتي مع آخر العدد آخر لقطة في العدد أو آخر يعني مرحلة في العدد أو تأتي من الأشياء المتضادة للفصل بينها فكلمة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون دول كلهم يجتمعوا في واحد أو في توقيت واحد إنما الآمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر أمر بمعروف عكس نهي عن المنكر فجات بقى الأمر المعروف والناهون عن المنكر تضد فجات تفصل الواو وبرضو مع مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات كلهم موجودين في توقيت واحد إنما ثيبات وأبكارة ما يجتمعوش مع بعض فجات الواو تفصل ما هي المرأة يا إما ثيب يا إما بكر ما تبقاش مع بعض في توقيت واحد فجات ثيبات وأبكارة واستدلال أبواب الجنة استدلال في غير موضع فالرأي ده وهو الأرجح وهو الأشهر عند أهل اللغة قال لك ما فيش حاجة في اللغة اسمها واو الثمانية ولكن ده اسمها واو تقفل الجملة أو تقفل المجموعة وثامنهم تمام كده لأن ما فيش كلام بعدي وثيبات وأبكارة ما فيش كلام بعدي والأمر العرف والناهون عن المنكر فدبت إذا كان فيها بعدها كمان الحافظون حدود الله ده يتعام يعني فرأي أن لك فيه واو الثمانية ورأي أن لا ما فيش واو الثمانية تمام كده نقرأ بقى الآية كده اللي وقفنا معه الحلقة الماضية وقفنا مع جزء منها في الحلقة دي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا يبقى التفسير يا جماعة محتاج لفتوى ولا تستفت فيهم منهم أحدا الآية رقم ثلاثة وعشرين سلط الكهف تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا دي الآية رقم ثلاثة وعشرين ولا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن موجه لشخص النبي وللأمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا والآن لبعدها تفسرها وقلن سبب نزول في الحلقة الأولى في سبب نزول لأن دي الحلقة التامنة مع صورة الكهف والسادسة مع قصة أهل الكهف وقلن من سبب نزول الصورة أني لما سألوا النبي عن قصة أهل الكهف وعن ذي القرنين كلام جميل فألسى آتيكم بالإجابة غدا ولم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله فانقطع عنه الوحيد خمسة عشر يوما ونزلت هذه الآية عتابا للنبي ترجمة نانسي قنقر